السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير ما نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حالة اليوم من حلويات المولد النبوي الشريف المشهورة في مصر بيعملوها بمناسبة المولد النبوي سهل وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم أنا أول مرة أجربها صراحة أول إشي راح نحضر القطر القطر عبارة عن كوبين من السكر كوبين من الماء عليهم عصرة ليمون وبنضعهم على النار يعلو تقريبا خمس دقائق سبع دقائق يعني قوامه له خفيف ولا تكيل وبنتركهم يبردوا هلا بالنسبة لخليط المواد الجافة 400 جرام من جوز الهند الخشين وصد تقريبا بده ربع كوب من السميد ثلاث معالق ثلاث ارباع الكوب من الدقيق رشة من الفانيلا هاي هي المواد الجافة وبنخلطها مع بعض وبنتركها على جنب فنحضر خليط السوائل في هاي المرحلة اذا كنتوا معانا انزلوا صلوا على الرسول خلينا نكسب الاجر احنا وياكم فيه في التعليقات خلطناه ممنيح هلا بنعمل المواد للسائلة بدنا نصف كوب من السكر السكر حبيبات عليه نصف كوب من الحليب نصف كوب من السمنة او الزبدة او الزيت يعني الموجود عندك انا استعملت الزبدة السمنة هلا بدنا ثلاث معالق او ثلث كوب من عسل الكلغوز بنضيفه لهم وبنضعهم على النار ما بدنا ياهم يغلو بدنا ياهم كلهم يسيحوا العسل يسيح معانا يدوب بالسكر كان تقريبا طفاقتين او ثلاث دقائف على النار بس يدوب السمنة شايفين بهاي الطريقة هلا بنرفعهم على النار بنتركهم يهدوا او يفتروا معانا ما بدنا نضيفهم لجوز الهند وهم سخنين بس بردوا شوي بأضيفهم الجوز الهند الخليط واعجنه مزبوط نخلطهم مع بعض اولش بالمعلقة بعدين بنعجنهم بيدنا هاي الطريقة هلا انا شفتهم بدهم اه تقريبا معلقتين من جوز الهند بأضيفتهم لما اختبرتوا بركة الاختبار تخضي شوي من جوز الهند بتضغط عليهم ولما تفتيهم اذا بفتهم معاك بسهول معناته خلص هاي نضيفت معلقتين تقريبا من جوز الهند وبنرجع نختبر بنفس الطريقة اذا بيفكوا معانا بسهولة خلص هاي فين هاي الطريقة هاي تجهز معانا الخليط بدنا نفرده بصينية ما بندهنها بشي هون انا دهنت هون انا اه وضعتهم صينية طلعت كبيرة الصينية عندي فاول اي شي ما بدك تفريديهم وتضغطيهم بدك توزع الخليط العجين وكلها الصينية شكل متوساوي قبل ما تضغطيهم فهون انا شفتهم انها صينية كبيرة رحت بدلت الصينية صينية اصغر من هيك حجمهم ممتاز وزعت الخليط فيها وضغطت هون هلأ بتضغطيه مظبوط بس يكون متساوي في جبيع اتجاهات الصينية بعد ما تضغطيهم شو ما عندك مكسرات بدك تضيفي لهم ما بدك تضيفي مكسرات كذلك الامر بيمشي عندك فول سوداني عندك بندق عندك لوز كازو اي اشي موجود عندك بتقدر تضيفيه على الوجه وبتضغطي بترجع تضغطيه عشان ما يفك معاك وزعي المكسرات على الوجه واضغطيهم يعني هاي الضغط الثاني عشان المكسرات بتقدر يتقلل من المكسرات بتقدر يتزيديهم هاد كله راجع اليك شايفين لما رفعنا الصينية ما نزلت المكسرات منها هلا بندخلها في فرن حامي مسبقا على الربف الوسط وبنتركها تتحمل الأطراف وبعد هيك بنحمر الوجه وبس تطلع بنسكيها بالقطر مباشرة القطر بيكون دافي ما بيكون بارد او مثلج بيكون دافي المهم تشبعيها بالقطر او الكمية القطر اللي عملناها ومباشرة بعد ما تسكيها بالقطر لازم تغطيها ورق فويل او صينية اكبر حجم منها تقريبا ربع ساعة وبتقدر تخيط دخليها الثلاجة بتتماسك بعد ما تبرد خارج الثلاجة تكون باردة بتدخليها الثلاجة وتغطعيها وتقدميها هلا بالنسبة للطعم طعمها كتير زاكي لأنها جوز هند وانت بتعرف يجوز الهند طعمه طيب كتير بما انه احنا اول مرة اعملها ممكن فيها عندي اني ما حمرتها مزبوط من تحت عشان هيك لونها ابيض لازم اني اخليها بالفرن اكتر تتحمر من تحت فانا ما حمرتها مزبوط يعني ما اخدت اللون الاحمر المزبوط من من الكاعة بس كتير كتير طيبة ورح اكررها ان شاء الله اكتر من مرة وعجبتنا وعجبت اولادنا واذا وصلت معنا هون نكسب الاجر احنا وياكم صلوا على الرسول عليها وفضل الصلاة والسلام التعليقات اشتركوا في القناة